شباب مدينة الموصل وتحديداً شباب حملة خلوها أجمل بادروا لتنظيف الحديقة من ما خلفه الحريق في محاولة لإعادة الحياة إليها ليثبت بذلك أن الموصلة لن تموت مهما حصل بها من نكبات فلنشاهد طبعاً هاي المرحلة الأولى اللي هي التنظيف وبعدها راح تكون مرحلة ثانية اللي هي ترميم الحديقة الشباب بدأ يشتغلون مساعة بالثمينة الصبح ووصل طبعاً للحر يعني جداً كبير الحر اللي موجود هنا والأطربة اللي موجودة والأطربة اللي موجودة اللي موجودة اللي موجودة اللي موجودة استڈالنا النازم 영